الميسي في أرسنال هي ليست نكتة أو كذبة أفريل بل هو خبر فجره تقرير إخباري إسباني أكد أن نجم البارسة سبق له أن يستفسر عن إمكانية انتقاله إلى أرسنال قبل تجديد عقده مع النادي الكتالوني في ماي الماضي صحيفة فوز بوبولي الإسبانية التي كان لها السبق في الكشف عن صفقة انتقال أليكسي سونتشاز إلى أرسنال كشفت أن ميسي كان جديا في الانتقال إلى أرسنال قبل التوصل إلى اتفاق تجديد عقده مع برشلون مضيفة أنه تحدث مع صديقه المقرب سيسك فابريغاس بشأن الفترة التي قضاها مع المدفاجية تجدر إشارة إلى أن الفرصة كانت قد أتيحت في الماضي أمام ميسي للانضمام إلى أرسنال قبل دخول أكاديمية برشلون في طفولته ويعد من المعجبين بطريقة عمل المدرب الفرنسي أرسن فانجار ترجمة نانسي قنقر